التفاؤل بإعلان الحكومة في غضون ساعات تبدد مع ظهور عقبات جديدة أعادت الحسابات إلى البداية إذ إن المشكلة تقدمت من الحقائب إلى الحصص دات الاتصالات الحكومية الأخيرة تشير إلى بقاء ثوابت الحقائب السيادية مع إمكانية تغيير اسم وزير الدفاع من الوزير الياس أبو صعب إلى اسم آخر يكون من حصة رئيس الجمهورية المستقبل يبدو أنه استقر على الحقائب والأسماء نهاد المشنوق لوزارة الداخلية محمد كبارة للشؤون الإجتماعية معين المرعب لوزارة الزراعة غطاس خوري لوزارة الاقتصاد جمال الجراح للاتصالات وإصرار تيار المستقبل على تولي هذه الحقيبة يبدو أن خلفيته إقصاء المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف من مهامه عبر وزير ينتمي إلى التيار والطائفة الصينية القوات اللبنانية من حمرياشي لوزارة الإعلام غسان حصباني وزيرا للأشغال ونائبا لرئيس الحكومة بير أبي عاصي لوزارة الثقافة إضافة إلى إبقاء الوزير ميشيل فرعون في وزارة السياحة ومن الأسماء المطروحة عند رئيس الجمهورية بقاء وزارة الخارجية مع الوزير جبران باسيل وزارة الدفاع قد تسند إلى الوزير الياس أبو صعب أو أي شخصية أخرى حبيب فرام حقيبة الأقليات وقد تكون الشباب والرياضة أما وزارة الطاقة فقد أسندت على ما يبدو إلى سيزار أبي خليل بالنسبة إلى تيار المردة كان قد سبق له أن رفض تولي حقيبتي التربية والصحة إلا أن اتصالات تجري لإقناع الوزير سليمان فرنجيه بوزارة الصحة على أن تكون في المقابل وزارة التربية من حصة الرئيس برري والطرح قيد التشاور عند اللقاء الديمقراطي النائم روان حميدي لوزارة العدل على أن تكون أيضا وزارة البيئة من حصة النائب وليد جملاط أما الوزير طلال أرسلان يربط مشاركته الوزارية بالحقيبة التي ستسند إليه وكانت معلومات تشير إلى إمكان توليه وزارة المهجرين ولا يبدو أنه بصدد القبول بوزارة البيئة وهذا الأمر خلق إشكالية التمثيل الدرزي في الحكومة لسيما أن أرسلان يبدأ إصرارا على المشاركة ومن الإشكاليات المستجدة أيضا بين الرئيسين عون وبرري تشديد رئيس المجلس على تمثيل الحزب القومي بالنائب أسعد حردان مع إصرار العماد عون على توزير شيعي وفصل حصته الوزارية عن التيار الوطني الحر كما أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل عون ليلة الأربعاء أظهر تباعدا استدعى مزيدا من التشاور وأمام هذه العقبات المستجدة يبدو أن طرح حكومة ثلاثينية عاد ليسلك من أجل تمثيل أكبر قدر ممكن من الأطراف السياسية ترجمة نانسي قنقر